حذرت وكالة بلومبرغ الأمريكية من أن مصر من بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات حرب أوكرانيا وذكرت الوكالة أن كومة من الديون المتعثرة التي تبلغ قيمتها ربع تريليون دولار تهدد بجر العالم النامي إلى سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد وأوضحت أن سريلنكا أول دولة توقفت عن سداد ديونها تسببت في اندلاع احتجاجات انتهت بهروب الرئيس وتواجه مصر فضلا عن ذلك غلاء غير مسبوك في المعيشة وارتفاع الأسعار وترافق الوضع الاقتصادي المترنح مع انسداد سياسي لم تعرف مثله مصر منذ عقود بوجود ألاف المعارضين السياسيين في السجون وفي السياق قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المصرية إنها تعيد التأكيد على ضرورة الإسراع من وطيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المواتي للحراك الوطني وتشير تقارير لاتجاه البعض للانسحاب من الحوار الوطني إذا تحول لمجرد واجهة لتلميع صورة النظام نتابعه ترجمة نانسي قنقر شاهدين على المزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو سيد محمد أبو العنين الكاتب والباحث المصري ورحبك سيد أبو العنين بداية كيف حال مصر اليوم؟ يمكن أن نقول أنه منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وكذلك تداعيات أزمة الكوفيد 19 حصل نوع من الانكشاف الاقتصادي شديد الوطأ على الناس ربما كانت الناس تعاني قبل ذلك ولكنها كانت مفعمة ومحملة بأمال أنا أعتقد أنها كانت ربما أمال رسمت للناس لأنه في نهاية المطاف ما خطة اقتصاديا منذ 2014 حتى الآن هو ركز على ما يمكن أن نسميه مشروع التنمية الذي يقوم أو بلاس مشروع التنمية مشروع الإصلاح الذي يقوم به صندوق النقد الدولي والذي يعتمد في أغلب الأحوال على فكرة الإصلاح الهيكلي والمالي بعيدا عن إصلاح الاقتصاد بشكل حقيقي وبالتالي كان هناك انفاق كبير من الديون في غياب مؤسسات رقابية فاعلة على الأرض سواء كانت رقابة اقتصادية أو رقابة سياسية أو مشاركة مجتمعية أو مشاركة من قوة السياسية في مصر كل هذا أدى بطبيعة الحال إلى حالة انكشاف اقتصادي شديدة الوطأ نتيجة الاستدانة دون حسيب أو رقيب أو حتى وضع معايير أن الاستدانة تكون في إطار مشروعات استثمارية كون لها عائد تمكن من دفع فوائد الديون كل هذا الأمر أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة الوطأ على الناس طبعا تخفيط قيمة العملة مرتين مرة في عام 2016 ثم مرة أخرى عقب الأزمة الأوكرانية كل ذلك أدى إلى انخفاض أو نزول شرائح واسعة من الشعب المصري من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأدنى وربما إلى الطبقات المعدومة والفقيرة تدني مستوى المعيشة إلى حد بعيد مع وجود مؤشرات اقتصادية ما قبل الأزمة تتحدث عن تحسن في الاقتصاد الكلي تحسن في هيكلية الاقتصاد الكلي أما في انتاجية المجتمع وفي انتاجية الاقتصاد فلا أعتقد أن هذا قد حدث هناك مؤشر أيضا أشارت إليه بلومبرج وهو في غاية الأهمية لأن المصانع التي ربما كانت تعمل قبل ذلك عانت كذلك من تخفيض خيمة العملة الذي ترتب عليه صعوبة الحصول على العملة الصعبة وبالتالي وجود المواد الخامل لازمة العمليات التصنيع مما أدى لتوقف عدد كبير من المصانع كل هذا الأمر بطبيعة الحال كان له تدعاية اقتصادية خطيرة طيب دعنا نشيك معنا دكتور عبدالتوا بركات مستشار سابق في وزارة التموين والتجارة المصرية ينضم إلي عبر سكايب من الدوحة أرحبك دكتور بركات يعني تسارع أو تصاعد صادم ربما في قيمة الديون مع ربما تراجع احتياط العملة الصعبة مؤخرا كان هناك حديث عن تراجع بسبع مليارات دولار من الاحتياط من النقد الأجنبي في مصر كيف نفهم هذه المعادلة وما سببها؟ يعني في تقدير أن سابق الرئيسي ما قالت إليه الأوضاع الاقتصادية وغياب أو انعدام الأمن الغذائي في مصر ويعني تفاقم المشاكل الحياتية على المواطن في مصر هو الأداء الاقتصادي المتردي في الحقيقة كما عبرت عنه رئيس صندوق النقد الدولي فعلا الاقتصاد المصري في تظاهر شديد وهذا الأداء الاقتصادي مع التوسع في الديون وما يسقل كاهر المواطن المصري هو استقطاعات خدمة هذه الديون أدى أيضا إلى حساب المشاريع أو الاستثمارات القومية المنتجة اقتصادياً والمشغلة للأيدي أو المهلدة لفرص العمل كل ذلك أدى في الحقيقة إلى ارتفاع الأسعار انتفاض انتاج الغذاء في مصر بدرجة كبيرة المواطن أصبح لا يعاني فقط من الفقر الاقتصادي المواطن في مصر يعاني من الفقر الاجتماعي أبعاده يعني كمان تفاقم البطالة وبالتالي أضف إلى ذلك في الحقيقة الفساد السياسي وهذا في رأيي يسد أفق التغيير الاقتصادي والتنمية الحقيقية والاستعانة بأصحاب الخبرات الوطنية ذلك نتيجة هناك تخلف في الأداء السياسي بل انسداد وفساد سياسي وأضف تأكل الطبقة المتوسطة في مصر الطبقة العاملة الطبقة المتعلمة الطبقة الضابطة لأداء أي مجتمع من المجتمعات كل ذلك كانت نتيجته ما قالت إليه الأوضاع في مصر حتى أن النظام أصبح عاجز عن توفير لؤمة العيش رغيف العيش في مصر وبالطبع ليس في مصر فقط لكن في كل دول المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن صفات الأداء السياسي في مصر طيب سأعود إليك دكتور عبدالوهاب سيد عبدالتواب عفوا سيد محمد أبو العنين وضع قصادي سيء كما وصفته ووصفه دكتور عبدالتواب ينعكس في التأكيد على الوضع الاجتماعي كل هذا معطوفا على الانسداد السياسي في البلاد ألا يخشى أن يفيد بهذا كل صبر المصريين؟ أنا أعتقد أن هذا أحد المؤشرات الهمة التي دفعت السلطة ربما إلى خيار ما السلطة السياسية أو نظام السياسي القائم في مصر في هذا التوقيت والذي لمدة ثمن سنوات ربما اصدر السياسة ووصم السياسيين بالعمالة والخيانة وألقى بهم في السجون والمعتقلات وجد نفسك في لحظة ما أمام تحدي حقيقي أن هذه الأزمة الاقتصادية الطحنة التي أتفق مع ما قاله الدكتور عبدالتواب في أنها جزء منها تبنى على خيارات النظام الاقتصادية أنا قلت أن النظام انصاع إلى مطالب صندوق النقد الدولي التي هي في نهاية المطاف يجب أن ندرك أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية هو يمثل مصالح مجموعة من الدائنين والمستفيدين والذين يمنحونك الأموال عندما يجدون أن هناك مكاسب تعود عليهم وبالتالي ترتفع حتى نسبة فوائد ما يحصلون عليه من أموال كلما كانت المخاطر أعلى وهذا ربما تكرر في تجربتين كما أشارت قرركم في الأرجنتين ومصر وحالة سريلانكا طبعا الموجودة أمامي كل هذه المقدمات هي التي دفعت السلطة إلى المناورة السياسية بفتح مساحات للحوار السياسي من أجل استجلاب القوى السياسية لكي تكون جزء من المشهد الذي يتحمل مسئولية الأوضاع التي لم تشارك حتى المعارضة في صنعها يعني المعارضة السياسية لم تشارك في صنع الواقع الموجود الآن اللي هو الواقع الاقتصادي الذي تعاني منه الناس ولكن هناك طيار داخل النظام يرى أن استمرار الأوضاع بهذه الطريقة إغلاق كل الأبواب السياسية يجعل فقط هناك مسئول واحد ووحيد وهو النظام وبالتالي تلقى عليه الأحجار فلماذا لا نجلب آخرين لكي يكونوا أيضا في مرمى النيران وفي مرمى الأحجار فيما إذا سقطت هذه الطامة على رأس الجميع وهذا أيضا أحد التحديات التي تتواجه القوى السياسية في المصر حتى نكون موضوعيين القوى السياسية في مؤسر المعارضة هي تدرك أنها عاجزة عن وجود أدوات سياسية على الأرض نتيجة القبضة الأمنية الشديدة التي استمرت ثلاث سمانية أعوام إضافة إلى عاجزها كمان عن إيجاد آليات للتعامل السياسي في الحقيقة والحشل أو إيجاد وسائل للتوافق السياسي مع كافة القوى السياسية حتى يمكن أن أتقدم للأمام وبالتالي دفع هذه القوى السياسية إلى انقراض في عملية سياسية تستهدف أو يستهدف الجميع من وراءها تفادي ما تحدثت عنه حضرتك السقوط الفجاء والمروع والذي يكون عواقبه وقيمة لفراغ الحالة السياسية يعني إذا أنت أفراغت الحالة السياسية طول 8 سنوات فبات الأمر في غاية الخطورة في حالة ما إذا حدثت هبع عفوية غير منظمة وخرج الناس للتعبير عن غضبه من نتيجة سياساتك وخياراتك الاقتصادية التي هي انصياء لصندوق النقد الدولي في التركيز على ما يطلق عليه البنية الأساسية وهي مشروعات ضغط دون وجود رقابة سياسية ودون وجود رقابة اقتصادية ودون وجود مؤسسات رقابية بشكل حقيقي أو دراسات جدوى كما قال رأس النظام بشكل حقيقي وبالتالي نحن أمام تحدي دفع القوى السياسية الأنقراض في مشروع لا تعرف حتى نتائجه ولا تقبل حتى بمقدمات الحوار السياسي وألياته نعم طيب دكتور عبدالتواب يعني إلى أي مدى يمكن أن يستطيع النظام في مصر أن يؤجل انفجار الأوضاع في البلاد عبر مثل هذه المناورات التي تحدث عنها سيد محمد أبو العنين عبر الحوار الوطني وما إلى ذلك يعني هو في تقديري أنه يعني الخلطة الثورية الشعبية المتفجرة اكتملت متكونة واكتملت وإذا قارننا بين الوضع الاقتصادي للمواطن في مصر وفي المنطقة بالمناسبة يعني عشر وآل الآن أنا أرى أنه الوضع الثوري الآن أكثر اكتمالا مما كان عليه في قبل الربيع العربي مباشرة عندنا انعدام أمن غزائي أكثر حدة مما كان عليه الوضع عندنا غياب العدالة الاجتماعية وليور الليبرالية جديدة أكثر عمقا واستقطابا مما كان عليه الوضع يعني الانسداد السياسي والكساد السياسي وتزاوج السلطة مع يعني الرجال الأعمال الأموال الغير الوطنية في الحقيقة هي أكثر حضورا الآن لكن متى انفجل طبعا إذا اكتملت هذه التوبيف المتفجرة أنا مسألة وقت نعم شكرا شكرا لك دكتور عبدالتواب بركات المستشار السابق في وزارة التموين والتجارة المصرية كنت معي عبر سكايب من الدوحة والمعذرة مشاهدين على رداءة الصوت وذلك من المصدر سيد محمد أبو العنين أخيرا وبدقيقة الأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية دعت إلى التسريع بإطلاق سراح المعارضين ما الذي يمنع النظام من إطلاق سراح على الأقل أعداد لا بأس بها في محاولة لإظهار جديته بهذا الحوار شوف خلينا نقول بشكل واضح إما أنه يكون النظام أدرك أنه هناك ثمان سنوات هذه الثماني سنوات أصفرت عن الوضع القائم تشريعات صدرت من برلمان مختلق ومصنع ومهيكل ومفبرك وهذه التشريعات أضرت بالمؤسسة القضائية وأضرت بمؤسسة تشريعية وأضرت بالاستثمار وأضرت بالاقتصاد فأفرزت الحالة الموجودة حاليا وبالتالي تدفعه هذه المساوئ إلى محاولة تغيير الأوضاع الحالية ودعوة القوى السياسية في هذه الحالة يخلي النظام سبيل كل المتابع لأنه يدرك أن الأدوات التي استخدمت طيلة الثمان سنوات اللي فاتت لا هي أدوات خانونية ولا قضائية ولا تشريعية ولكنها كانت أدوات تستخدم القبضة الأمنية من أجل تحقيق الاستقرار وتسبيل دعاء من النظام إذا افترضنا أن هذا الأمر حقيقي لكن أنا في تقديري كل المقدمات التي تحصل الآن تؤكد أن ما يحدث هو مجرد منورة وأن إخلاء السبيل يتم من قبل بعض الأطراف المحسوبون على طيار معين وهذا يعكس غياب مشروع حقيقي للحوار الوطني بل أنه يفرغ الحوار الوطني من كل مقاوماته ويجعله مجرد منورة لتجميل وجه النظام دون أن يكون هناك مشروع حقيقي لرفع المظالم عن الناس التي وقعت طيلة الثماني سنوات الماضية أشكرك جزيلا سيد محمد لا لا بس كلام منطقي وجيد أشكرك جزيلا سيد محمد أبو العنين الكاتب والباحث المصري على حضورك أشكرك جزيلا سيد محمد أحضورك أشكرك جزيلا سيد محمدا شكرا اشتركوا في القناة